لو واحد أو واحدة بتعاني من تنميل في رأسها باستمرار والشعر بيقع وغيره وفطريات في اللسان بنقول ان دي بدايات ضعفة في المناعة وعاوزين نزبط المناعة طب حنزبط المناعة ازاي؟ خلي بالك حنمضغ نص معلقة حبة البركة الصبح وبالليل مضغ نص معلقة حبة البركة الحبة السوداء الصبح وبالليل ومضغ البان باستمرار لبان نعناع أو لبان ذكر ومعلقة عسل ومعلقة خل أو معلقة عصير لمون صغيرة معلقة عصر نحل صغيرة ومعلقة عصير لمون صغيرة وربع كباية ماء دافية وتغرغر كل ساعة ساعتين واشرب سوايل جميلة زي الإرفة زي الينسون زي الكركديد دافي كل دي مشروبات سخنة حوالي 22 مشروب ساخن موجودين كلهم في الصيدليات فتلة كده وحطها في الكباية وعليش شوية ماء سخنة كل ده حينظف لللسان وزي اللسان زي ما أقول أنا عندي قرح في اللسان أو في الشفة أو في اللسة عندي قرح زي بالضبط في المريء في المعدة في الأمعاء في القولون بس ربنا عمل اللسان أو الشتايف دليل ليه فخلي بالك طيب أنا بقى حشرب المشروبات دي كل ساعتين حاجات سخنة وأخد الحاجات اللي تزوط المناعة عاوز أشيل التنميل بسرعة اللي في دماغي ثلاث معالق حلبة ثلاث معالق حلبة مطحون ثلاث معالق حنة ومعلقة خردة اللي أعملوا معجينة وحطهم على راسي التنميل يروح بعد نص ساعة